اشتركوا في القناة هذه المسيرة النضالية الرائعة بهذا الموضوع اليوم عيد الأضحى نعم تأتي الأعياد ونحن نعيش في حالة من الألم من الضغط دائما نحاول ما نستطيع أن نوفر مناخا مناسبا لأطفال هذا الشعب الفلسطيني بهذا الموضوع لكن أيضا نحن مضطرين في الأعياد أن نحياها بطريقة مختلفة تماما أن نستذكر شهداءنا أن نتواصل مع ذويهم أن نتواصل مع أسرانا الأحبة فكل عام والجميع بخير كما وضع أعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فاتح والمجلس الوطني الفلسطيني ومحافظ رام الله والبيرة أكاليلا من الزهور على ضريح الرئيس الشهيد ياسر عرفات مجددين العهد والوفاء لمسيرته النضالية في اسم المجلس الوطني الفلسطيني أتوجه إلى جماهير شعبنا الفلسطيني في كل مكان إلى أسرانا البواسل في سجون الاحتلال إلى أسر الشهداء إلى أسر الجرحة إلى جرحانا إلى مناضلي شعبنا في كل مكان نتوجه المباركة لهم بعيد الأضحى المبارك ونتمنى أيضا لشعبنا المزيد من الصمود والتصدي للاحتلال والعدوان الإسرائيلي والقيادة الفلسطينية كالعادة دائما بتوجهات سيادة الرئيس محمود عباس الذي أتوجه له أيضا بالتحية والمباركة بمناسبة عيد الأضحى المبارك نأتي في كل صباح عيد على ضريح الشهيد الخالد ياسر عرفات يعني هي رسالة وفاء رسالة محبة رسالة تقدير طبعا في كل عام نبلشها من ضريح الخالد فينا ياسر عرفات وهو رمز لشهداء الوطن قادة وكل الشهداء قادة صراحة من هذا المكان المؤقت اللي إن شاء الله سيخلد هذا الجثمان في الكدس وهي عاصمة محررة للدولة الفلسطينية ننحني أمام أمهات الشهداء أمهات الشهداء الأحياء الأسرى الأحبة العائلات اللي نغضلت وضحت ومهما حاولنا أن نكون بواجبها ما رح نستطيع أن نقدم نقطة في بحر من هذه العذابات الأمهات الجميلات وأمي كل عام هنا بخير القيادة الفلسطينية هنأت بهذه المناسبة أبناء شعبنا وعائلات الشهداء وأطفالهم والأسرى وذويهم والمقدسيين الصامدين المرابطين في المدينة المقدسة متمنين أن يعم الأمن والسلام على شعبنا وأن يرحل الاحتلال وأن تقامت دولة الفلسطينية وعاصمتها القدس محمود مظلوم تلفزيون فلسطين